أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تقدم معنا في الآيات السابقة أيها الإخوة والتي تناولناها في الدرس الماضي بيان حكم القتال وأن الله سبحانه وتعالى أذن فيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وتبعت ذلك أحكام أخرى تتعلق بالقتال ثم جاءت هذه الآية بعدها وجاء بعد هذه الآية التي فيها الإنفاق آيات الحج وربما كان لذلك حكمة وهي أن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى إنفاق القتال في سبيل الله يحتاج إلى إنفاق ويحتاج إلى بذل وهذا من أعظم وجوه البذل وأعظم وجوه النفقة الإنفاق في سبيل الله في الجهاد وقد ذكرنا فيما مضى قصة عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان ثالث الخلفاء رضي الله تعالى عنه عندما جهز جيش العسرة جهز جيشا بأكمله فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح لذلك فرحا عظيما وأثنى على عثمان وقال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم وهذا كله دليل على أهمية العناية بالإنفاق في سبيل الله ولكن الحج أيضا مما يحتاج إلى نفقة وهو عمل في سبيل الله لأن المقصود به تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى بأداء هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام والتي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بالشروط المعينة يقول تبارك وتعالى وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وهذا أمر أنفقوا في سبيل الله والأمر هنا المقصود به ما زاد على الزكاة لأن الزكاة واجبة لا فضل لأحد فيها هي حق الله في هذا المال لكن المقصود بهذا الإنفاق ما زاد على ذلك كما جاء في بعض الأحاديث إن في المال حقا سوى الزكاة وعلى الإنسان المسلم أن يهتم لهذه الأمور وأن يهتم لوجوه الإنفاق التي ندب الله تبارك وتعالى إليها قال وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فالإنفاق المطلوب هو أن يكون في سبيل الله تبارك وتعالى لا أن يكون على وجه التبذير أو وجه الإضاعة أو وجه التعالي أو وجه التكبر هذه الأوجه الممقوطة الممنوعة في الشرع ليست هي المقصودة ربط الإنفاق هنا بأن يكون في سبيل الله أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى قال وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ العلماء رحمهم الله علماء التفسير لهم في هذه الآية مذاهب متعددة في بيان معناها لكنها كلها تتلاقى وإن كان المعنى الأقوى عند كثير من العلماء هو ارتباط الموضوع بالإنفاق أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كيف ينفق الإنسان ولا يلقي بيده إلى التهلكة روي أن بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما استقر الإسلام وانتصر وظهر في المدينة تحدثوا فيما بينهم وقالوا الآن قد حصل المقصود وانتصر الإسلام وظهر الدين فلو أننا عدنا إلى مزارعنا وإلى أموالنا وإلى أولادنا لأنه لم تعد هناك حاجة ماسة الآن لهذا الإنفاق ولهذا العمل فالله سبحانه وتعالى بين أهمية الإنفاق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني أن القعود عن الإنفاق في سبيل الله سبيل من سبل التهلكة ثم هناك أيضا معنى آخر يتعلق بهذا الإنفاق وهو التبذير والزيادة وإضاعة المال فهذه كلها منهي عنها وإن كانت إنفاقا لكنها منهي عنها فالله سبحانه وتعالى بين الأمر الوسط الذي أثنى به على عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالإنفاق الزائد في غير وجهه هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة لأنه إضاعة للمال والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإضاعة المال تهلك لكن يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية ما رآه عدد من العلماء رحمهم الله وهو أمر التهور والوقوع وإيقاع النفس في المضائق التي لا حاجة للإنسان بها مما يؤدي به إلى إهلاك نفسه وإلى إتلافها هذا أمر منهي عنه وهو داخل في قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالذي يأتي إلى الأماكن الخطرة ويتجاسر ويتقافز إليها كما في مجاري السيول العظيمة مثلا أو في الأماكن الضيقة أو في الأماكن الخطرة ولا يأبه لذلك ولا يستمع لنصح الناصحين ولا لإرشادات المرشدين فيصيبه ضرر فمسؤوليته على نفسه تبعته على نفسه سيسأله الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ويقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار يعني الإنسان لا يجوز له أن يدخل في أمور الضرار فهذا كله داخل في أمر التهلكة بقي بعد ذلك معنا يتعلق بهذا أيضا وهو أمر الجهاد في سبيل الله هل المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله مثله مثل غيره من الناس الذين يتقحمون في الأخطار دون ما مصلحه؟ لا المجاهد في سبيل الله يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى ويعلم أن ما أصابه من جراحات وما أصابه من آلام وما قد تفوت به نفسه هذا كله أجره عند الله طلب الشهادة في الجهاد هذا مما يحبه الله وإن كانت تفوت فيه النفس ففي بعض الأحيان قد يكون عدد الأعداء كثيرا جدا فهل الإنسان المجاهد المسلم الذي يغامر ويقتحم هذه التجمعات الكبيرة وهذه الأعداد الغفيرة عداد العدو وعتاده وعدده هل هو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ العلماء قالوا إن هذا ليس كغيره أولا والأمر الثاني قالوا لا بد من النظر في الأمر إن كان في هذا الفعل نكاية في العدو وتشجيعا للمسلمين ليقدموا على القتال فهذا لا شك أنه عمل مبرور وعمل صالح ويؤجر عليه ويثنى على صاحبه لكن إن كان هذا مما يغلب على الظن أنه لا فائدة منه أنه سيهلك وأنه لن ينكأ في العدو شيئا قالوا هذا ممنوع منه إذن القضية مربوطة بما يتوقع الإنسان المسلم في ميدان الجهاد أن يحصل له هل يحصل بعمله هذا النصر أو تمكين للمسلمين أو نكاية في العدو إذا كان كذلك فهذا أمر مطلوب ومأجور صاحبه بإذن الله وقد حصل ذلك من المسلمين مع الصحابة ومع غيرهم في مواطنة عديدة في يوم اليمامة معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب كان جيش الصحابة كبيرا وقتل من الصحابة في ذلك اليوم قرابة ما يزيد على ألف ومائتي صحابي بعض الروايات تقول أكثر من هذا قتلوا في المعركة ولكنهم صبروا حتى نصرهم الله حتى قتلوا هذا الفاجر بعض الصحابة أمر إخوانه وهم يحاصرون السور أن يرفعوه وضعوا ترسا الترس هو ما يتقي به آلة من الحديد مكورة نصف كرة يمسك بها يتقي بها ضربات السيوف والسهام فوقف فيه وأمرهم أن يرفعوه على أسنة الرماح حتى يصل إلى أعلى السور فيقفز ويفتحه لهم وقد حصل ما أراد ذلك ولكنه قتل فتح لهم الباب فدخل المسلمون مثل هذا العمل لا شك في أنه عمل مبرور لأنه يتوقع منه نصر وتمكين وعز للمسلمين لكن إذا كان الغالب أنه لا يحصل منه شيء ينكأ في العدو ولا يساعد المسلمين ولا يؤدي إلى نصرتهم فهذا عمل لا ينبغي أن يقدم عليه الإنسان وهذه قاعدة عامة أيضا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل ما فيه مضرة ظاهرة يجب على الإنسان المسلم أن يبتعد عنه خاصة إذا كان الخطر الذي يتوقع منه متحققا أو يغلب على الظن حصوله كما ذكرنا في الأخطار وفي مجال السيول الكبيرة وفي أمثالها نعم قال وأنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة ثم قال وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ في ذلك كله لابد من مراعاة الإحسان والإحسان معنى من المعاني الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى وهو مرتبة من أعلى مراتب الدين بل هي أعلى مراتب الدين جبريل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس إليه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه جاءه في صورة رجل من الناس وقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت فتعجب الصحابة منه يسأل ويصدق لأن العادة أن الذي يسأل يريد أن يتعلم لكن هذا يعني أنه يعرف الجواب فلماذا يسأل ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره عن الإيمان فقال صدقت قال فعجبنا له الصحابي يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا حديث يسميه العلماء حديث مراتب الدين أعلى هذه المراتب مرتبة الإحسان مرتبة المراقبة أن يرجو الإنسان المسلم بعمله وجه الله وأن يخشى عقابه وعذابه كأنه يرى الله أمامه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه أعلى مراتب المراقبة هي مرتبة الإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب يعني فرض وألزم بالإحسان في كل شيء من أمور الحياة فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا قتلتم يعني إنسان يراد إقامة القصاص عليه فلابد أن يقتل بطريقة مناسبة ألا يعذب وألا يمثل به أحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إنسان وهو يذبح البهيمة هذه بهيمة الأنعام ليأكل من لحمها أو ليبيعه لا يجوز له أن يعذب هذه البهيمة لا بد أن يحد السكين حتى تقطع سريعا ولا بد له أن يخفيها حتى لا يذبحها أمام أختها وهكذا أحسنوا الذبح فالإحسان أمر مطلوب في الإنفاق أيضا هنا هذه تأتي خاتمة حسنة لقضية الإنفاق وأحسنوا أنفقوا وأحسنوا أحسنوا بأن تضعوا الشيء في مكانه الصحيح وأحسنوا ألا تتجاوزوا حدود الشرع وراقبوا الله سبحانه وتعالى في أعمالكم إن الله يحب المحسنين وهذه مرتبة عظيمة أن يثبت الله سبحانه وتعالى محبته وهي أعظم شيء أن يحب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده أن يثبتها للمحسنين إن الله يحب المحسنين وهذا فيه ما فيه من الدعوة الجادة للترقي إلى مرتبة الإحسان حتى يكون الإنسان المسلم ممن يحبهم الله تبارك وتعالى ثم جاءت آيات الحج آيات الحج وقلنا إن المناسبة ظاهرة هنا بين الإنفاق في الجهاد والإنفاق في الحج لأنها كلها تحتاج إلى نفقة الحج يحتاج إلى نفقة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سيأتي معنا قال وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إتمام الحج والعمرة أداؤهما كما افترض الله تبارك وتعالى هذا أمر أمر بإتمام الحج والعمرة وأداء الحج والعمرة والآيات التي تقدمت في قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه البيت وما شرعه الله له من أمور النسك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا عندما دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ هنا جاء التفصيل جاء التفصيل هذه هي المناسك المطلوبة ما هي المناسك؟ الحج والعمرة فقال وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تموها لله أدوها خالصة لله تبارك وتعالى هذا دليل على افتراض الحج على المسلمين جميعا وافتراض العمر عند جمهور العلماء على المسلمين في العمر مرة واحدة كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل في حجة الوداء يا رسول الله الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لو قلت نعم لما استطعتم ذروني ما تركتكم الحج مرة في العمر أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ما معنى إتمام الحج والعمرة؟ أداء النسك كاملا بماذا يبتدئ الحج وتبتدئ العمرة؟ بالإحرام والإحرام مبتدئه ما هو النية الركن الأعظم في الإحرام كثير من الناس يظنون الإحرام هو هذه الملابس التي يلبسونها لا الإحرام هو النية يعني عقد نية الدخول في النسك أن يعزم الإنسان على الدخول في النسك الحج أو العمر ويلبي ويكبر هذه هي نية الدخول في النسك فإذا دخل الإنسان في النسك فإنه لا يمكن له أن يتحلل من هذا النسك إلا بإكماله أتم الحج والعمرة لله؟ لو لم يتم الحج لو أنه جاء محرما وطاف وسعى ولكنه لم يقف بعرفة أو وقف بعرفة ولكنه لم يكبل بقية المناسك ما أتم الحج والعمرة لا بد من أدائها حتى يتحلل حتى يحصل له التحلل فالتحلل من النسك بماذا؟ من الإحرام بإكمال بإتمام الحج أو إتمام العمر المخرج الوحيد من الخروج من الإحرام دون أداء النسك الإحصار إذا أحصر الإنسان فإنه يتحلل فإن أحصرتم ما معنى الإحصار؟ الإحصار هو المنا والحيلولة أن يحال بين الإنسان المسلم الذي جاء لأداء النسك ودخل فيه أن يحال بينه وبين إتمام النسك وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في قصة الحديب جاءوا يريدون العمر جاءوا محرمين ومعهم هديهم وعندما جاءوا إلى هذا المكان في الحديب بقرب مكة منعهم كفار قريش من أن يدخلوا إلى الحرم وجرت المفاوضات حتى تم الصلح على أن يرجعوا إلى بلدهم أن يرجع المسلمون إلى المدينة دون أن يعتمروا وأن يأتوا في العام القادم ليعتمروا ويسمح لهم بذلك ماذا يصنع الناس في إحرامهم جاءوا محرمين الله جعل لهم فرجا ومخرجا من ذلك ما هو هذا المخرج أن يذبحوا اعتبروا محصرين أن يذبحوا هديا المحصر يذبح هديا ويتحلل من إحرامه فذبحوا هداياهم وتحللوا وحصل في بداية هذا الأمر عندما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الحديبي أن يتحللوا تحرجوا وتأبوا في بداية الأمر كيف نأتي نريد العمرة لا نريد القتال ويمنعنا هؤلاء الكفار كيف نتحلل ونحن ما جئنا إلى البيت فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر لهذا الموقف منهم ودخل على زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والتأثر باد في وجهه فقالت له ما لك يا رسول الله يعني سألته عن سبب غضبه قال ما لي لا أغضب وأنا أعمر فلا أطاع أقول لهم تحلل وما يتحللون لماذا هم ما كان أسيانا للرسول لكن استعظاما للتحلل من النسك الخروج من النسك قبل أداء العمرة فأشارت إليه أشارت عليه إشارة رضي الله تعالى عنها حكيمة أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى الناس فيحذق شعره فإذا رأىه الناس أيقنوا أن هذا الأمر لا مناص منه فخرج فحلق شعره فحلق الناس شعوره اقتدوا به عليه الصلاة والسلام وهذا دليل أيضا على أهمية الإشاء الاستشارة ممن يملكها ممن يقدر عليها وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت حكيمة عندما أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر والعاقل لا يصح منه أن يترك الشورى الحسنة والرأي الصائب حتى ولو جاء ممن جاء هذه مؤمنة من المؤمنات وزوج النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيها وحصل الخير حصل الخير بالأخذ بشوراها فالذين يحتقرون النساء ويرون أنهن لا يصلحن لشيء هؤلاء على ضلال لا المرأة كالرجل في ميزان الشرع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا لكن أن يكون الرأي صائبا في مكانه نعم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إذا حصل لكم إحصار فإنكم لا تستطيعون حينئذ إتمام حجكم ولا إتمام عمرتكم المخرج أن تذبحوا ما استيسر من الهدي إن تيسر لكل منكم أن يذبح حشاة فالحمد لله إن لم يتيسر له يكفيه سبع بدنه سبع ناقة أو بعير أن يذبحها سبع كل واحد له سبع تكفي عن سبع أو البقرة كذلك ما استيسر من الهدي من غير تحديد من غير تضيير فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني إذا جئتم محرمين ودخلتم في الحج فلا تحلقوا رؤوسكم بعد أن تأتوا إلى ميناء حتى يبلغ الهدي محلة ما هو محل الهدي محلة ما هو محل الهدي هو ذبحه في يوم النحر ولذلك قال بعض العلماء إن الأفضل أن لا يذبح الإنسان هديه أن لا يحلق شعره إلا بعد أن يذبح هديه مع أن هذا ليس بواجب لو أنه ذبح الهدي أولا ثم حلق شعره ثانيا لا شيء عليه لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما رمى الجمرة كان يأتي إليه الناس الصحابة فيقول له أحدهم يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج قال رميت قبل أن أذبح قال إفعل ولا حرج إفعل ولا حرج قال فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إفعل ولا حرج يعني من أفعال ذلك اليوم ليس من أفعال الحج كلها وإنما من أفعال ذلك اليوم لكن الأكمل ما هو والأفضل أن الإنسان يؤخر حلق شعره حتى يذبح هديه قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الكلام هذا في أي شيء الكلام هذا في شأن الإحرام عندما يكون الإحرام قائما إنسان محرم مرض أو جاءه أمر يدعوه إلى حلق شعره وهو محرم لأن حلق الشعر أو لبس الثياب أو تغطية الرأس في الإحرام هذه من محضورات الإحرام فماذا يفعل الله سبحانه وتعالى عذر هؤلاء عذر هؤلاء فمن كان منكم مريضا مريض يخشى من البرد لا بد أن يلتف بثياب له أن يلبس ذلك رأسه لا يستطيع أن يتركه مكشوفا له أن يغطي رأسه رأسه فيه قمل عليه شعر يستطيع أن يحلق شعره وليتخلص من هذا القمل لكن هؤلاء كلهم لا يؤاخذون يعني ليس عليهم ذنب في ارتكاب هذه الأمور المخالفة للإحرام لأنها من محضورات الإحرام لكن عليهم هدي عليهم فدية في هذه الأمور لو احتاج الإنسان لمرضه أن يلبس ثيابه له ذلك ولكن عليه فدية ولو احتاج أن يغطي رأسه فكذلك لو احتاج أن يحلق شعره شعره فيه قمل فيه حكة شديدة لا بد أن يحلقه يحلق شعره وهذا محضور من محضورات الإحرام عليه فدية ولا ذنب عليه أحد الصحابة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اسمه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم والقمل يتناثر على وجهه رأسه عنده شعر كثيف فيه قمل كثير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام آذاك هوام رأسك قال نعم قال احلق شعرك وانسك شا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة تمساكين هذه الفدية مخير فيها يعني يستطيع الإنسان إذا احتاج إلى فعل واحد من هذه المحضورات احتاج لمرض أو لعارض معين معتبر شرعا أنه يقع في هذا المحضور وعليه الفدية مخير فيها بين واحد من ثلاثة إما أن ينسك بمعنى أن يذبح ذبيحة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين وذلك قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو هذه للتنويع والتخيير يعني يستطيع الإنسان أن يفعل واحدا من ذلك قال فإذا أمنتم كانوا لا يأمنون ومنعهم كفار قريش من الدخول للحرم لكن عندما جاءوا قال فإذا أمنتم يعني أمنتم من كيد الأعداء ومكرهم وأردتم أن تؤدوا الحج والعمرة قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي التمتع في لسان الشرع يشمل أمرين ماهما يشمل ما يقال عنه القران ويشمل التمتع القران ما هو القران أن يحرم بالحج والعمرة يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج يقول لبيك اللهم عمرة ثم يقول ألبيك اللهم حجة قبل أن يدخل عليها الحج قبل أن يطوف قبل أن يطوف طواف العمرة هذا قارن هذا قارن لكن فيه نسك آخر هو التمتع والتمتع مثل القران في كونه كل منهما يشتمل على الحج والعمرة يجمع بين الحج والعمرة إنما الفرق بين التمتع وبين القران أن المتمتع يؤدي شعائر العمرة كاملة ثم يتحلل وينتظر حتى يأتي وقت الحج ثم يحرم بالحج يحرم بالحج فله طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج أما القارن فعمله كعمل المفرد الخلاف في النية والخلاف في الهدي المتمتع والقارن على كل منهما هدي يذبحه يذبحه لكن المتمتع له عملان عمل مستقل للعمرة وعمل مستقل للحج وعليه الهدي قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا كله يدخل في معنى التمتع القران يدخل في معنى التمتع فيه نسك ثالث هو الإفراد أن يحرم الإنسان بالحج مفردا ما يقول لبيك اللهم حجه هذا إفراد وهذا ليس عليه هدي ليس عليه هدي في الإفراد أتم الحج والعمرة لله لو تذكرنا ما مر معنا سابقا من قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذه الشهور مطالع الشهور هذه وأسماء الشهور هذه مواقيت للحج والعمرة فيه أشهر مختصة في الحج العمرة في كل السنة لكن الحج له أشهر سيأتي معنا قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات من هذه الأشهر مسماء مسماء معروفة ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينص عليها هنا وإنما قال أشهر معلومات يعلمونها الناس يعلمونها حتى من أيام الجاهلية شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج هذه أشهر الحج طيب أشهر جمع كيف قال أشهر وهي شهران وعشرة أيام من باب التغليب من باب التغليب يعني لأنه ما قارب الشيء كما يقولون يعطى حكم فهنا الله سبحانه وتعالى عندما قال أتم الحج والعمرة يعني في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى والذي تبينت فيه حكمة الله تبارك وتعالى في إثبات هذه الأشهر وفي حسابها وفي تسميتها قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني المتمتع وهو القارن أو المتمتع كما يعني مشهور في عرف الناس على كل منهما الهدي فما استيسر من الهدي كما قال تبارك وتعالى في الإحصار فما استيسر من الهدي يعني من غير تكليف إن استطاع أن يهدي يعني ذبيحة كاملة أو إذا لم يستطع يكفيه سبع بدنة أو سبع بقرة قال فمن لم يجد فيه أناس لا يملكون ثمن الهدي ما هو العمل بالنسبة لهم الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لاحظوا أن الانتقال من الهدي إلى الصيام بالترتيب بعض الناس يظن أنه مخير يقول أنا أصوم ولا أهدي وهو قادر لا لا يجوز هذا لا يقبل منه يقبل الصيام من من كان عاجزا عن الهدي فمن لم يجد الله سبحانه وتعالى قال فصيامه هذا على الترتيب إذا ما استطاع أن يهدي فإنه يصوم يصوم عشرة أيام كيف يصوم هذه العشرة الأيام يصوم ثلاثة قال في الحج يعني في مدة الحج وكثير من العلماء قالوا ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة إذا صامت ثلاثة إذا صامت ثلاثة هنا في مكة يحرص أن يكون آخرها يوم عرفة أو قبل يوم عرفة يعني لو صام يوم عرفة آخر الأيام لا حرج لكن لو أكملها قبل يوم عرفة هذا أمر حسن لو صامها في مكة بعد الحج فلا حرج في ذلك والبقية السبعة قال إذا رجع إلى أهله ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم لماذا لم يقل عشرة تصوم العشرة في مكة أو كذا لأن هذا فيه حكمة ظاهرة التخفيف على هذا الحاج المسافر الصوم فيه مشقة يعني خصوصا بالنسبة للإنسان الغريب فالسبعة يصومها في بلده إذا رجع يصوم السبعة في بلده لكن لو صامها كلها لو صام العشرة كلها هنا لا حرج عليه وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أكد العشرة بالوصف هنا قال عشرة كاملة يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا أصوم ثمانية أيام وخلاص الله غفور الرحيم يعني ما قارب الشيء لا ولا تسعة عشرة كاملة ما تحتاج إلى تفسير هذا نص سميه العلماء نص يعني دلالة لا تقبل التفسير والتأويل نص كلام نهائي يعني تلك عشرة كاملة ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني ذلك إشارة ذلك إشارة للبعيد إشارة إلى ماذا هل للتمتع والقران أو للهدي يعني من كان من أهل مكة هل نقول بأنه لا يصح منه القران والتمتع أو نقول بأنه يتمتع ولكن لا يجب عليه الهدي لماذا لأن الهدي قالوا هذا عبارة عن ضيافة كأن هذا القادم جاء بضيافة معه لكن أهل مكة هم هنا فبعض العلماء قالوا إن المكية لا يقرن ولا يتمتع ومن باب أولى لا يجب عليه هدي لأن الهدي مربوط بماذا بالقران وبالتمتع بعض العلماء قالوا لا المكي كغيره يتمتع ويحج قارنا ولكنه لا يجب عليه الهدي لأنه من أهل المكان ولعل هذا هو المعنى الأرجح لأن المكي كغيره يتطلع إلى الأجر والثواب القران والتمتع أفضل فيها أجر عظيم يعني جمع بين الحج والعمرة فيه أجر عظيم فلماذا يحرم المكي منه ما يحرم منه فلذلك يعني رجح كثير من العلماء أن المقصود أن المكية إذا حج قارنا أو حج متمتعا أنه لا هدي عليه لا يجب عليه هدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وهذا كما قلنا سابقا تذكير بقضية التقوى في كل الأحكام التي مرت والتي ستأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى يربط أداءها بقضية التقوى فيه أمور قد يفعلها الإنسان في الظاهر لكن في الباطن يفعل أشياء أخرى تناقضها وتبطلها ما الذي يعصم الإنسان منها من هذه الأمور المبطلة تقوى الله وأن يؤدي هذه الأعمال ابتغاء وجه الله واعلموا أن الله شديد العقاب يعني إذا لم ترأوا التقوى في أعمالكم هذه وكانت لكم نوايا أخرى أو أعمال مفسدة فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد إن الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذا يعني فيه حث وفيه تذكير للمسلمين أن يخلصوا أعمالهم لله وأن يراقبوا قضية التقوى ثم قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات هذه هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة لماذا؟ قال لأن الإحرام بالحج ينعقد فيها يعني لو أن إنسانا في شوال أحرم بالحج ينعقد إحرام في ذي القعدة في عشر ذي الحجة ولماذا كان عشر ذي الحجة والوقوف بعرفة في اليوم التاسع لأن الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر العاشر إلى فجر اليوم العاشر يعني لو أن إنسان قبل فجر يوم العيد وقف بعرفة أو مر بها ثبت له حج ثبت له قال وعشر ذي الحجة قال فمن فرض فيهن الحج يعني من ألزم نفسه بالحج ودخل فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الأمور هذه الأمور ممنوعة وبعض هذه الأمور ممنوعة في كل حال لكنها في الحج أشد منعا وينبغي أن يتباعد الإنسان عنها أكثر من بقية الأوقات في الحج فلا رفث الرفث هو الجماع ومقدماته يعني ما يقع بين الرجل وامرأته وقد يكون هذا كلام خاص وكلام يعني فيه شيء من هذا في الحج لا يصلح حتى هذا الذي أباحه الله علاقة الرجل بزوجه واستمتاعه بامرأته حلال حله الله سبحانه وتعالى لكن في الحج ممنوع منه فلا رفث ولا فسوق الفسوق المعاصي والفسوق المعاصي هذه منهي عنها في كل الأوقات خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى هذا هو المطلوب وذروا ظاهر الإثم وباطنه مطلوب هذا لكن في الحج أشد منعا ولا جدال في الحج الجدال هو المماراة والمنازعة مناكفة هذا أمر لا خير فيه لأنه لا يؤدي إلى قناعة وإنما يؤدي إلى إغار الصدور ويعني إثارة الضغائن والأحقاد بين الناس فهو ممنوع يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ضمين ببيت في ربض الجنة في أسفلها لمن قال لمن ترك المراءة وإن كان محقا لأن هذا المراء والمجادلة والمنازعة لا تؤدي إلا إلى يعني نفرة وقطيعة وضغينة لكن إذا كان هذه المجادلة بالحسنة كما وصفها الله تبارك وتعالى وكما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وكما أوصى نبيه عليه الصلاة والسلام وقال وجادلهم بالتي هي أحسن فالجدال بالحسنة يعني بيان الحق والاستدلال عليه بالأسلوب المناسب عندما تكون النفوس متهيئة لتقبل هذا فلا بأس بذلك هذا مطلوب لكن هنا المقصود الجدال المنازعة تؤدي إلى النفرة وهذا ممنوع في الحج لأن المفروض في الإنسان الذي جاء إلى الحج يريد أن يطهر قلبه وأن يصحح عمله وأن يتوب إلى الله لا أن يكتسب ذنوبا ويريد أن يجعل هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى لكن الرفث هذا مباح بين الرجل وامرأته في غير الحج في غير النسك وأما الفسوق والجدال فهي منهي عنها حتى في غير النسك لكنها في النسك أشد منعا وذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين المحرمين عن أن يأتوا بعض الأمور في حال النسك لأن هذا من باب اختبار صبرهم هذه التي نسميها محضورات الإحرام حلق الشعر وتغطية الرأس بالنسبة للرجال والطيب وتقليم الأضافر وغيرها هذه كلها محضورات الإحرام محضورات في حال الإحرام وقد تكون في غير الإحرام أمورا محببة مباحة لكن الله أراد أن يقوي صبر عباده المؤمنين وأن يختبر إيمانهم بالتزام الابتعاد عن هذه الأشياء كما حصل في قضية الصيام الصيام الله سبحانه وتعالى نهى الصائم عن الأكل والشرب والجماع أثناء الصوم مع أن هذه أمور مباحة في غير الصوم لكن تقوية لإيمانه وتقوية لصبره قال فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج حتى يحافظ الإنسان على حجته هذه قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي أمر تفعلونه في هذه الشعيرة وفي غيرها تريدون به وجه الله لا يخفى على الله حتى وإن خفي على الناس وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورد أن هذه لها سبب نزول بعض أهل اليمن كما ورد في الرواية كانوا لا يتزودون في سفرهم ويتنقلون بين القرى في طريقهم حتى يصلوا إلى مكة ويقولون نحن متوكلون على الله لا نتزود الله سبحانه وتعالى أمر بالتزود المسافر أن يتزود أن يتزود حتى لا يثقل على غيره وحتى لا يضر بنفسه لأنك لا تدري وأنت تسير بدون زاد هل تجد من يوفر لك هذا الزاد أو لا تجده فالتزود هذا أمر مطلوب أن تتزود لسفرك على قدر استطاعتك وتزود والحج يحتاج إلى الزاد لأنه من شروط وجوب الحج وجود الزاد ويش؟ والراحلة وجود الزاد والراحلة أما الذي لا يتوفر له زاد ولا راحلة يعني مركوب ما يستطيع الآن أن يجد ثمن الركوب في الطائرات ولا في السهون ولا في السيارات لا يجب عليها الحج وكذلك إذا لم يكن له زاد ما عنده نفقة هذا لا يجب عليه الحج قال تزود فإن خير الزاد التقوى هذا هو الأمر الأعظم الزاد المادي هذا الذي يدخره الإنسان ويكنزه ويأخذه معه الماء والطعام والكذا واللباس هذا أمر مطلوب لكن ما هو أفضل من ذلك كله حتى ولو تيسر له ذلك ما هو تقوى الله سبحانه وتعالى أن تتقي الله في سفرك هذا في عملك فيما أمر الله به فيما نهى الله عنه فأن تحافظ على ذلك كله هذه هي أفضل من الزاد المادي هذا الذي تتزود به وإن كان هذا أمرا مطلوبا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عناية بأمر التقوى في كل ما يرد فيه الأمر والنهي نجد أن التقوى مما تطلبه هذه الشريعة من متبعيها وهذا من أعظم الوسائل للمحافظة على تطبيق الأحكام إذا كان تطبيق الأحكام مربوطا فقط بالرقابة المادية برقابة البشر فهذا قد لا يجدي كثيرا لأن البشر يغفلون ينامون يتكاسلون يتساهلون لكن الرقابة الأعظم التي لا تفارقك أن تتصور ما عند الله وتتصور رقابة الله عليك إن لم تكن ترى فإنه يراك واتقوني يا أولي الألباب هذا شأن الإنسان العاقل أنه يحرص على هذه الأمور لعلمه بأن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه ولرغبته وهمته في أن يكتسب الأجر والثواب وأن يحصل المقصود مما أمره الله سبحانه وتعالى به أو نهاه عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يمكن لعباده المستضعفين في الأرض إنه على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر